موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى كلكم انشاء الله تكونوا باخر وعلى خير ورامدان سعيد علينا وعليكم وانو يوم جيتكم بمسي منات معمرين بالجاج نشارك معكم العجينة والعمارة تهية بالجاجة وعندنا هنا الاسر بليمونة وبانانا لا تنسوا لايك وتابونا في القناة نضيف العجينة نضيف ثلاثة كيسين دقيقة الابياد كما ترى قياس العنبة نضيف القياس وعندنا نضيف نضيف الملحة والسكر معلقة صغيرة والملحة أغالية حسب الطوغ مثل نضيف لنضيف معلقة كبيرة الخمس نضيف ثلاثة كسان الماء ثلاثة الكسان ديال الطقيق مع ثلاثة الكسان ديال الماء يعني بأي قياس عندكم بأي كاس عندكم كاس القهوة بأي كاس عندكم غير يكون نفس القياس كيف ما كتشوفوا يعني كندلوا النفس قيمة الطقيق مع نفس قيمة ديال الماء ونخلطوها كغير بالطراب اليداوي نسيس أنا ما ضفتش معاقة كبيرة ديال الزيت المائدة اضافوها مشي مشكلة من بعد مهما نخلطو على ثلاثة نساجة من العناصر الليانا كامرة وغادي نغطيوها بواحد بلاسيك الغدائي وانا يكا نحطها في الميكوهند بجد غاية كالخمر مياه غاكا نخلي واحد عشر دقيق ولا خمسة عشر دقيقة ماكسيموم كيف تشتوها دقيق تطلع في الميكوهند او في الفرن يكون دافي مهم غادي نخلطو بحلاكاية بجد نحيدو ديال الخمر وغادي ندون نضيفو في الفينو الفينو تلالتات الكيسان ديال الفينو قتلكو بنفس القياس ننقسو به الدقيق او الماء والفينو كيفما كتشوفو معايا هادي نكمل بيديا حيث ترعب نايمكنش خاصة تعجين العناصر مزيان حيث الفينو كيهبط التحت ما تخافوش اللي اشتو الفينو وبطره معا خلطو العجينة ككل شي العناصر كتنساجم من بعد هادي نستمر بحلاكا كيفما كتشوفوها هادي نبدو نضيف بشوية بشوية مهم الى شتو العجينة ديال نجريا كيفما كتشتو راني ازدليها نسكاس ديال الفرينو نسكاس ديال بتنقيق الابيض و باش كتجمعنا بحلاكا خاصة تكون خفيفة العجينة ديال بطبوت و ما تكونش قاصحة باش كتنجاح معنا من مية في المية و هادي نقسم على اربعات الكوريات حيث انا بغيتها تكمل لي رمدان الباقي ديال رمدان تكتصويتها قبل رمدان و نسالات لي و درشها دابا يعني نص قريبا ديال رمدان و هادي نخرج لكم ما ان شاء الله يعني غادي ننكورها خرجت لي اربعات الكوائرات كبارين باش نسرحو كنش تنسرحو في خطره ماش يكون مرة نسرحو في كوريات صغيرة نديرهم كبار احسن كنربحو الوقت يعني في التصياب ديالهم كيف مما كتشوفو مهم انا غادي نستمر على الطريقة و من بعد غادي نجيبها و نسرحو بالمتلك و نقطعو في القطاع ديالنا الدائرية اللي ما عندوش يدير كيف ما تنقول ديما يدير كاس يدير جبانية و يدير اي حاجة دائرية او شكل مربع او شكل متلت و لو دا باك يديرهم على اشكال مختلفة من انا كن في الظلم دائر دائما دائما عندي قطاعات مربعين ثلاثين يعني كن في الظلم دائما يكونوا دائرين و نبغا يدير على حساب و يدير مهم غادي نسرحو على هكا كيف ما كتشوفو ماش يلقيقها بزاف و ماش يغليدها بزاف يعني متوسط و باش مكيجيناش هكا عمر من الداخل بالعجينة و نحاولو ندير الدقائق حيث لا نسقط لنا و نقطعها ما يجيش ديجيش شكل ديالها خيب حاولو ندير الدقائق ملتحت مهم و نقطع على هكا كيف ما كتشوفو نحاولو اننا يعني نربحوا العجينة باش نعاودو نعاودو و نحطوهم فوق واحد فوقوا واحد الزيف او كتان او شي حاجة او لا طاولة هدا و نغطيهم و نخليهم حيث لا يخمروا بزاف حيث لا يخسروا و لا يتنفخوش لنا غير بما كمنا كل شئ هدون طيبه انا صرحت معاكم ثاني ثاني كوريا كيف ما كتشوفو على هذا الشكل و نقطعهم كيف ملوه ارقيت لكم نصحة ديالي ما تخليهم شي خمروا بزاف في المرحلة ثانية اصلا هدو بلا خمير و كيجوس منفخين غير نديك الراحة فيش كيرتاح العجينة في الول كتخلم انهم تغيير كتنفخو مهم انا بما غادي نكمل العجينة كلها المقلة تكون تقيلة انك سعمل المقلة دائما تقيلة وتكون المقلة سخونة 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 غير نحطوهم هكي شدو في رسم و نقلبوه دوي السير باش كتنفخو ما تخلي مش حتي حمارو غير نحطوهم و ننفخو غير يتحطو و يتنفخو كيف ماش تتشوفوا معي رهما بدو كيتنفخو يعني انفو كيتشوفوا مهاكك بدو تتنفخو تبدو تقلبو فيه ما تخلي مش حتي يتحرقو بها الطريقة غيره كيتنفخو لنا و كيجي ناجح و كيجي خاوي من الداخل كيف مكتشوفوا معي طريقة سهلة سهلة إلا تبعتوا لنا نصح اللي قتلكم ينجح معكم يعني اي واحدة غادي تصوبوا كيف مكتشوفوا معي كيتنفخو كاملين و كيجي خاويين من الوسط يعني دو السر ديالهم انهم ما يرتحوش بزيئ في المرحلة اللخرى بها الطريقة و كيخمرو معانا كيف مكتشوفوا عانتوا معان قرب رهما تنفخو كاملين و السرعو و تنفت الطياب ديالهم اننا ندو نقلبو قلبو قلبو ما نخليهم حتى يحمرو كيف مكتشوفوا على عينيكم يعني عادي نستمروا لها الطريقة مهم راني كملت كل شي كيف مكتشوفوا كيجيو من فوخين هاكي من الداخل و خاويين و من فوخين يعني كلهم صدقوا معايا كلهم تنفخو كيف مكتشوفوا كيف مكتشوفوا كيف مكتشوفوا على الطريقة كيف مكتشوفوا على الطريقة و صلاة و هادي نغنشارك معاكم تهي سهلة سهلة جدا كيف مكتشوفوا هاو مايام هادي نطيب تغير هاكي شرائح تجمع شوية البصلة و العطرية العادية و عندي المايونيز و عندي تجمع شوية البصلة و هادي نخلط كل عناصر و هادي نعمر بهم كيف مكتشوفوا جوج معاكي المايونيز بشي ما عادي نمشين حالتهم بدن كوب في المايونيز و هادي ندير تختار دينا او جبن بالتوم القصبي تهو كيعتى واحد المداق رائع و هائل 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 جدا انا كنت نعمل بزاف في العمارات لانه كيعتين مداق جوين يعني كيع جبل كبار و الصغار في نفس الوقت و هادي نخلط بحركة و هادي ندير نعمر البطيبية التاتي ديولي و هادي نعملش غير انا و راجلي و هادي نتعيش بكري غير انا و راجلي ما عادي نعمر كل شي باش نصور هادي نعمر غير هداك الشي اللي غايت تكل باش ما يضايش و شي الاخر هادي نديره في الكونجيل و كل مرة نش بدون ندير حشوة يعني كل نهار غا نشارك معاكم هادي نشاركت معاكم الحشوة الاخرى هادي ندير حشوة الاخرى كيف يمكن womanca كيف يا انك تشوفوا هادي نعمرNow هاكا البطيبية التاتي ديولي بهاد بهاد الحشوة و نضروا الصالات لي بغايز يزيد الطوماة فانه هادي نتمل شميع ما عادي نبيش هي من كيف وما تشوفوا هداك الشي اللي غا نناكله ووشي الاخر اني دارشوه في البلاستيكو نضيف الحشور على جينة المسمن وكورته وحطته على جينة المسمن العادية تكون مدلوكة ومرخوفة وحضرت البصلة مع الزيت ودرت الفلفلة التي قطعتها وكنجليها في الكنجيل قبل رمضان قدرتها تشيكون لكي يجيني سهل نخلطه بحركة على عافية دائما مهيلة لكي لا تتحرق نضيف العطرية العادية الملحة لا تكترون مع علقة صغيرة حيث نزيد دجاج فيه الملحة وكذلك نضيف الحامض المصيات نزيد ديجاج نضيف حامض الملحة نضيف الحامض الملحة وهنا نضيف كل ازاع عطرية العادية نضيف الحمض المصير نضيف الزيتون نضيف الحمض من الحشوة المفضلة نضيف الشعرية الثانية و قطعتها و قطعتها و نضيف الشعرية الثانية المسمنة التي تخذ نقرها نضيف الشعرية و تقوم بسيطة نضيف الشعرية و نضيف الشعرية و جميعنا جزء بعد ذلك تقوم بسيطة و نضيف الشعرية و نضيف زيت و هنا الزبدة هي التي تريدها و لا تريدها مشكلة و هنا سوف تدخل الفرن فرن سوف يكون سخون جيدا و ربح الوقت و هنا سوف نسترح كيف تشاهدون عادي كيف نفعل مسمن دائما نقول لكم العجينة تكون رقيقة باش لا يأتيون للمسمنة سوف نضيف الحشوة في الوسط العجينة و نضيف الحشوة اختياري فلاح meidän سوف تخير اضيف الحشوة بي م appreciate الخاص بكم عادي نضيف حشوة وخوماج وزبدة نضيف حشوة وخوماج وزبدة نضيف حشوة وراش الى عينيكم أخذ لكم كل مفلاط الفرن خرجت لي قيلا11 دا 20 او 12 ايضا اصفارت بيدة والسوجة يحتاج المسيما يريد اضبط الزبدة يحتاج من المكارمج يحتاج اضبط الزبدة ويجب اضع مكارمج نتمنى انكم تجربوه مرة كيجوا في النشو من الداخل كيجوا مورقين وزويني زويني زويني بسه مهمنا نساوب معاكم العاصر دغاية دغاية مهمناية في المولينيك صدرت الخزو نسبة لي باهيتو هنا عندي ثلاثة الخزوية مسلوقين بالمدية لهم وهدي نضيف ياغورت طبيعي كيف ما كتشوفوا اضفت الياغورج كيف ما كتشوفوا هدي نضيف بانانا انا شو المولينيكس ديالي الخرطت هرست يدك نار اغوز ما عندي ستوك في عندي بزاف دياللي مولينيكس ما مش بتوحدة مندي باني بياها حتى نشوف شو وحدة اخرى غزالة ما يمديوش الاشتوش روينا مماشي مشكل ما يعني اضفت بانانا كيف ما كتشوفوا هدي نضيف كاس كبير ديال ديال كاس كبير ديال ليمون اللي ديجا غير معصور هكا يا تهو اللي بغيتو تضيفو غير الحليب ضيفو ما تضيفوش الليمون مهم على حسب انا كعجبني هد ليمون كي مع معلي اغوز كي جي ما داقها الى اي مهم غدين ديروا العناصر لدينا تطحن يعني واحد العصر اللي هو السهل جدا ورخيص بززيف مهم كيف ما كتشوفوا را خرج لي خرجي قيمة اترا ديال العصر مهم كي جي زوين 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 بززيف انا كي اجيب نوع رجلية او كي اجيبو كي جي اكتر مرات كنتمنى عنكم تجربوا هدي الوصفات ما تنسونيش بلايك وتتابنوا في القناة وتخلوا لي ادي كومنتر اللي كيش يجعوني تنقول لكم صحف توركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته